السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة جديدة في درس جديد دائما في نطاق تعلم لغة الفرنسية بالنسبة للمبتدئين في هذا الدرس إن شاء الله سوف نرى البرب ترانزيتيف و البرب انترانزيتيف وعدكم في الحصة السابقة أن هذا الدرس سوف يكون إن شاء الله سوف نضير فيه اللي يصرفوا في الباسيكمبوزي في الماضي المركب مع الأكسلية اتر و مع الأكسلية ايضا و عموثا ولكن لقينا بش نعرفو اللي يصرفوا مع الأكسلية اتر أو اللي يصرف عموثا أول حاجة سناعرف اللي يصرفوا لذلك ترانزيتيف هذا الشيء ليش؟ قد أفضلت أنا اللي لدي هالدرس هو الأول عاد إن شاء الله الحس الماجية نديرو يعني لبرب كي سوكونجج avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir يعني au passé compose إن شاء الله كيفما تشوفوا معي إن شاء الله في هذا الدرس سنشوفو l'verb transitif يعني الأفعال المتعدية والأفعال اللازمة بالنسبة للناس يعني اني ما عندهم مش فكرة على الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية يعني في اللغة العربية غير عن نعطيكم واحد يعني واحد يعني واحد شرح بسيط يعني كيفاش كنعرفوه الأفعال يعني الفعل المتعدية والفعل اللازمة عندي مثلا مثلا بالعربية كنقول مثلا دخلت تلميضه إلى القسمة دخلت تلميضه إلى القسمة هذك دخلت نعرف هي واش متعدة أو لازم خاص يشوف الجملة واش فيها المفعول به أولا لا يعني واش كيحتاج هذك الفعل المفعول به إلا كيحتاج المفعول به الفعل متعدة الفعل لازم يكتفي بالفاعل فقط يعني لا يحتاج إلى مفعول به كيفما شفنا في هذ المثال مثلا دخل التلميضه إلى القسمة دخل فعل أحمد فاعل إلى القسمة جاء ومجرور يعني المفعول به يعني ما كانش يعني دخل هو فعل لازم ودائما إلا بغيت نعرف يعني واحد طريقة بسيطة إلا بغيت نعرف واش مو تعدي وللازم دائما طرحوا السؤال من أو ماذا إلا بغيت الجواب في الجملة على السؤال ماذا نعرف بأن الفعل متعدة إلا ما لقيت الجواب على السؤال ماذا في الجملة نعرف بأن الفعل لازم بحال مثلا دخل هذه الجملة التي أعطيت نفسها دخل أحمد مثلا إلى القسمة مثلا هنا ماذا دخل دائما نطرح هذه الماذا السؤال على الفعل ماذا دخل يعني مفعول به يعني ما كانش إذا دخل هو فعل لازم مثلا كتب التلميذ الدرسة يعني غالي نطرح السؤال ماذا باش نعرف يعني الفعل كتب واش لازم أو متعدي نطرح السؤال ماذا على الفعل كتب التلميذ الدرسة ماذا كتبه كتب الدرسة يعني هنا كل جواب على السؤال ماذا إذا الفعل هو فعل متعدي هذي كانت يعني واحد شرح بسيط على الأفعال المتعدي والأفعال اللازمة أعطيتها للنسبة للناس يعني لي ما عندهم مش فكرة على الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية الآن غدي ندوز على البركاتي للدرسة دياليومة البرب ترانزيسيف و البرب انترانزيسيف البرب ترانزيسيف هم الأفعال المتعدية الأفعال المتعدية غدي نعطي واحد الفخاز يعني باش يكون الشرح واضح مثلا مثلا ندية ندية إكري إيكري إيّن 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 لتر ندية إيكري إيّن لتر ندية هو الفعل إيكري إيكري إيّن لترانزيسيف كتبت اي لتر يعني رسالة نديا ايكري اي لتر كتبت رسالة اهنا الفعل هو ايكري إذا بغيت نعرف وش هاد الفعل ترانزيتيف ولا انترانزيتيف سنترح سؤال كوا كوا هي ماذا نديا ايكري اي لتر نديا ايكري كوا ماذا كتبت ايكري اي لتر اهنا كل جواب يعني كل جواب اذا الفعل هو متعد اذا اذا هنا اذا هنا يا الفعل المتعد يعني لفرب ترانزيتيف هنكسب لكم هنا باش يبال لكم ممسيال لفرب انترانزيتيف ترانزيتيف عفوان ولا هنهضر علي اللول المتعد ترانزيتيف لفرب ترانزيتيف جوا مباشرة من وراء لذب لكمبليمون هو المفعول به في اللغة الفرنسية لسجي الفاعل لذب الفيل هذا لكمبليمون غير هاد لكمبليمون لحسن اذا يقدر يكون هو يعني إما لك المفعول به يقدر يكون إما ديريكت ولا إلا بحالة الجملة يجي مباشرة من ورا الفيل إين لتر مباشرة إلا كان إن ديريكت تكون هنا من ورا لذب يعني يكون حرف من حرف مثلا نديا تتكلم مع صديقتها نديا تتكلم مع صديقتها هناك تشكو بأنه السيجي الفاعل هو نديا بغل هو لذرب هذا هو الكمبيمون هذا الكمبيمون هنا جاء indirect حيث كينا preposition حرف جاء إحدى لذرب يعني ما جاش direct إذن هده هما الأنواع ديال الأفعال المتعددة يقدر يجي مباشرة بحال جملة الأولى ويقدر يجي غير مباشرة بحال جملة الثانية إذن غندوزو 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 لذرب الفعل اللازم الفعل اللازم هو اللي ما كيحتاش قولنا الكمبيمون بجي يعني ما كيحتاش المفعول به غادي نشوف مثلا مثلا فلاشي جملة فلاشي جملة مثلا نديا منج 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 ورسطوران رسطوران رسطوران هنه غتلاحضو واحد ملاحاب هنه عندي اللازم 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 يعني فعل لازم مش فعل متعدي إلا ما كانش حدو علاقة بلطن بلليو بلا مانيخ يعني هادو نعرفو بأن لذب راه متعدي إذا هاد الجملة الأولى ناديا مانج ورستوران يعني هنا عدنا مكان رستوران مطعم هنا إذا الفعل وخاكينا لكمبيمان حيث هو مكان كي تسمي لذب يعني كنقول بأن لذب هنا يعني intransitif يعني لازم جملة آخرى مثلا مثلا ناديا ناديا رنتري مثلا ناديا ناديا رنتر آ آ آويتهر آويتهر ناديا رنتر يعني دخلت يعني عادت رنتر رنتر آويتهر يعني عادت مع تمنيا مع الساعة تيامينا ناديا رنتر آويتهر هنا يوجد لذب آويتهر رنتر رنتر وش هو transitif ولا intransitif رانشوف لكمبيمان لكمبيمان هنا ست تن كمبيمان سركونسانسيل د طن يعني عندو علاقة بالوقت التامينا من اللي كيكون عندو علاقة بالوقت كنقولو بأن الفعل لازم ماشي متعد متعد ما خاش يكون هادلو كمبيمان عندو علاقة بالطن وما خاش يكون عندو علاقة بالليو المكان وما خاش يكون عندو علاقة يعني بالطريقة هاي هادل الفخاز اللي رمشوفو الاخيرة الافخاز الاخيرة هي مثلا جمعش رابيد 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 جمعش رابيد هادل اكزمпل جمعش ووا لسيج ماش ووا لورب رابيد موا يعني ادرب يعني لحال لحال جمعش يعني كنتمشا لورب ماشي يعني تمشا جمعش يعني كنتمشا رابيد بسرعة رابيد هنا هادا كنبليمون ولكن كنبليمون سيركنسانسيال دمانيير يعني الطريقة اللي كنبشي بياه هنا كنبشي بياه هنا كنبشي بياه اذا كخلاصة بالنسبة الهنايا البرب الترانزيسي في الافعال المتعدية كتكون اما مباشرة او غير مباشرة كتكون مباشرة بها مثل هذا ال wyd نديا أكريم اللتر كانو غير مباشرة عن نديركت عادي ديتشي بياه خلال المتحدة نديا ابنireكت عادي هاد الامبة لقد تكلم مع صديقة هاد الواق yelled discovered يعني هادو هما الحالات ديال المتعدة. بالنسبة اللازم جلنا البرب انترانزيتف اما ما كيكونش لكمplement نهائيا كيكون غير لسجي او لبرب او كتكون الجملة يعني المعنى ديالها مفهون هنا يرا الفعل كيكون لازم او كيقدر هادك لكمplement كيكون اما سهدو مقليمان سركونسيجي ديال يو لماكن او لطن يعني عندو علاقه بالزمن او عندو علاقه دو مانيرفين بالطريقه ام إلا كي تصدد باتي من هذا او كمليمان تحديل هادو علاقه محاونا الباب انترانزيتف عم لازم الان غادي ندوزو غادي ندريكم واحد لكسرسيس يعني في تقولو يعني هذا يعني واحد دار بعد ياللي فراز غادي نقولو ليه فيهون لفر بواج ترانزيتيف ولا انترانزيتيف هدا هو لكسرسيس يعني كيتكوون مرة بعد ياللي فراز الفراز اللي ولا نقرها لكم سامي غادي لالون سامي غادي لالون سامي يو شهد لالون الكمار روغار يعني جسمي لفر برغارده شهد لجوم لتانيا اي شانت ييتو غنني لفر بشانت اي شانسان اوغنية يل ريفز لاللسان يل هو ريفز يعني يو راجي لفر بره راجع لاللسان الدرسان اخر جملة نادية شرش سور لونت يعني نادية يعني كتدير واحد اللغو الشرش يعني واحد البحث في الانترنت سور لونت بالنسبة هذا الربعادي اللي فخاز بالنسبة للناس اللي عندهم يعني مشكير في الواق ترانزيتيف و الواق انترانزيتيف يعني بالافعال المتعدية واللازمة يعني يحاولوا يجوبوا على هذي التمرين ويخلوا لي يا لغيبانس يعني في الكومنتر يرقموا يعني مثلا يكسبوا مثلا رقم واحد وتكسبوا لي ياواش ترانزيتيف ولا انترانزيتيف تانية ترانزيتيف ولا انترانزيتيف تالتا ترانزيتيف ولا انترانزيتيف نفس شيء بالنسبة للجملة اشتركوا في القناة إلا ما زال ما اشتركتوش بالضغط على الزر الأحمر الموجود اسفل الفيديو اشتراك او سابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد انشاء الله نزلتو في القناة وانشاء الله الاراء دلكم يعني خليوها ليه اقتراحات دلكم خليوها ليه في التعليقات واحتمال الدرس الجاي انشاء الله بسلام عليكم شكرا